والله يا سيد أبو عزة حقيقة ما نسمع من عوائل المعتقلين يعني يشيب له الولدان ويندى له جبين أي عراق شريف لذلك يعني أنا قلت أناشد العراقيين الذين يمتلكون الغير الذين يمتلكون الشرف هؤلاء الذين في المعتقلات هم عراقيون هم إخوانكم هم من قاتل المحتل هم من دافع عن العراق هم من حفظ بيضة العراق هم يعني من بسببهم أخرج المحتل وأنتم تجلسون على كراسي الحكم اليوم لماذا هؤلاء يقبعون في السجون طيب اعرضوهم على محاكم عادلة اعرضوا قضاياهم على قضاة عدول من يعني أخذ بجريرة المخبر السري ومن أخذ بعدوات شخصيه هل من المنطق أن يبقى قابع في سجن لسنين وأهل يتضورون جوعا طيب احنا مو نريد نبني عراق آمن عراق متعايش عراق معافى هل هذا سيبني لنا عراقا معافى عراقا آمنا عراقا متعايشا طيب ابن المعتقل لما أبو يغيب عنه عشر سنوات ودع السنة واثنوعة السنة انتو ش تريد أن يكون هذا ابن المعتقل ش تريد أن يكون هل تريد من عنده أن يكون مواطن صالح غار على بلده ويشوف أبو يتعرض للظلم ويشوف أمة تتعرض لما تتعرض إلا لما تروح الزور أبوه ويشوف جدة وجدة يذلون على أسوار بعض المعتقلات فيا وزير العدل أين أنت مما يجري للمعتقلين نحن نسمع أن بعض المعتقلين يجبرون على تناول المخدرات وبعضهم يجبر على أشياء أخرى لكننا حقيقة لم نرى فعلا ممن بيدهم مقاليد الأمور في معالجة مثل هذه القضايا يا رئيس الوزراء أنت ابن الداخل والناس لما إجرى رئيس وزراء ابن الداخل استبشرت خير نعرف أن هناك من يتآمر عليك وهناك من يقف ضدك أنت لا تلتفت إلى هؤلاء أنت إذا أردت أن تكون زعيما حقيقيا كن مع أبناء شعبك إذا أردت أن ينتخبك السنة قبل الشيعة في الانتخابات القادمة توجه إلى أبناء المعتقلين إذا أنصفت المعتقلين وأرجعت النازحين إلى ديورهم وديارهم تأكد أن الشعب السني سيكون معك ولن يكون مع الساس السنة تأكد أن الشعب السني سيمنحك أصواته وما رح يمنحه لسني فقط أنصف أبناء المعتقلين فقط أنصف أبناءنا المعتقلين وأنصف أبناءنا المهجرين يا أخي أنا بنيت بيتي وتعبت علي وذبت دم قلبي وممنوع أرجع البيتي وممنوع أرجع الديرتي ليش أنا مو عراقي طيب أنا ليش ما أساوي يا أخوي العراقي يا ناس يا عالم العالم العربي والإسلامي ينظر إلى التعامل في العراق سيتخذون من العراق المرتكز للتعامل في كل دولهم أحسنوا التعامل في العراق مع كل شرائح العراق لماذا يشعر السني دائما أنه مظلوم ومهمش ستقولون أن الخلل في السياسيين السنة طيب أنتم أصلحوا الخلل يا من بيده مقاليد الأمر في البلد أنت أصلح الخلل أنت أنصف المعتقلين أنت أنصف النازحين أنا أتساءل أين دور النواب السنة النواب السنة لو أنه كل يوم يدقون على قانون العفو العام لكان الآخرين سمعوا لهم العالم كان كل يسمع لهم لكن النواب السنة لا يتذكرون قانون العفو العام إلا في وقت الدعايات الانتخابية يخاطبون عواطف الناس بكلام عاطفي بعيد عن روح القانون بعيد عن روح التشريع أنت النائب لا تخاطبني بكلام عاطفي ما محتاجاني منك تثور عاطفتي باتجاه المعتقلين أنا عندي غيرة أكثر منك على المعتقلين روح شرع لقانون العفو العام روح انصف للمعتقلين أنتوا النواب السنة اللي بلجنة حقوق الإنسان روحوا دوروا عن حال المعتقلين كل المعتقلين العراقين سنة وشيعة عرب وكردة وركمان مسلمين وغير مسلمين روحوا دوروا عن حالهم كلهم في المعتقلات شلون حالهم شلون أكلهم شلون شربهم شلون أهلهم يزورونهم شلون يدخلون لهم الأكل الشرب شلون يتعاملون وياهم ما رايد منك تطلع على الفضائيات والسولف لي أنا أقدر أسولف أسولف بقدل السولف أن أنت ميت مرة مو مرة ومرتين وعشر مرات أنت ميدانك البرلمان ميدانك التشريع ميدانك المراقبة ميدانك تروح تبحث عن الحالات السلبية تعالجها وتروح تطلع الحالات الإيجابية تعززها سئمنا حقيقة من وعود النواب السنة وأنا أقول لهم إن لم تتداركوا أوضاعكم فإن الشعب سيرفع ستارة عنكم وما أعتقد أن عاقل سيصوت لكم مرة أخرى أو عاقل سينخدع بالشعارات التي تخلونها قبل الانتخابات